لله رب العالمين وبه ثقتي وأستعين و أصلي و أسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد و على آله و صحبه الطاهرين أجمعين مشاهدين الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام ف السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و أسأل الله العلي القدير الذي جمعني بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج فذكر الذي نحاول من خلاله أن نذكر أنفسنا بما ذكرنا الله تعالى به من خير في كتابه العزيز و بما ذكرنا به المصطفى صلى الله عليه و سلم في سنته الشريف الطاهر المباركة و ذلك من بابي و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين و من بابي فذكر بالقرآن من يخاف و عيد و كما قلنا أننا نذكر لا على سبيل السيطرة و على سبيل الإلزام بل نذكر بعضنا على سبيل الترغيب و التذكير لا غير إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر اليوم أردت أن يكون هذا اللقاء و هذا التذكير بمخلوق بإنسان لطالما سهر علينا حتى في أيام شهر رمضان المرأة المرأة اللي أتعب مخلوق على وجه الأرض في شهر رمضان فهي تكد وتشتهد وتحاول أن ترضي أهلها وأبناءها في ما يتعلق بإطعام الطعام و غيرها من الأمور التي تتعلق بالبيت المرأة التي كرمها من قبلي المولى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات المرأة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصيته في سكرات موته حين قال صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه استوصوا بالنساء خيرا فذكر رد بالك تنسى هذا الإنسان الذي سخر حياته من أجلك رد بالك تنسى هذا الإنسان الذي شقى وتعب من أجلك و من أجل إسعادك و إطعامك و إدخال البهجة والسرور عليك سواء كان ذلك أم أو زوجة أو أخت أو غيرهم أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أمهاتنا وأخواتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه المرأة أول من آمن بالله تعالى وأول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أول من أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد من الغار يرتجف ظنا أنه قد أصابه مكروه إنها خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها و أرضاها المرأة هي مهد وفاة رسول الله آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لما يقعد مع روحه و يتمنى ميتة مثلا ما هو الناس كل بش تموت بعد عمره تويل إنك ميت و إنهم ميتون الواحد يبدأ يتخير يقول إن شاء الله نموت ميتة حتى أنه فم دعاء مخصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه اللهم اقبضني على هيئة تحبها و ترضاها يعني أنا بش نموت بش نموت بعد عمره تويل إن شاء الله و أعمارنا و أعماركم في الخير إن شاء الله نموت ميتة يحبها ربي و يرضاها في مكان في ظروف في هيئة يحبها الله تعالى و يرضاها و يتبادر في أذهان الكثير مننا أن أفضل ميتة قد يموتها الإنسان هي في ساحة الجهاد مع رسول الله الجهاد في سبيل الله سلام الأمة يتمنى الإنسان أن ينتصر لدين الله تعالى و يموت وهو ينتصر لدين الله تعالى و لسنة رسول الله ولكن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قرن الله تعالى اسمه باسمه و هو رسول الله لم ينال بين الظفرين هذا المبتغى الذي يظن البعض أو الكثير منه أنه أفضل ما يمكن أن يموت فيه الإنسان هو نعم ولكن لو كان ذلك الأفضل لمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة القتال والجهاد و هو الذي شارك في أغلب الغزوات و هو الذي قاتل في أكبر الغزوات وأعظمها بل و ربما تعرض في أكثر من مرة للموت صلى الله عليه وسلم كما حصل ذلك في غزوة بدر أو في غزوة أحد و غيرها من الغزوات إلا أن الله تعالى أبى إلا أن يبقى نبيه صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة ولا يموت في ساحة القتال والجهاد في سبيل الله إذا أين مات النبي وأي هيئة مات فيها النبي مات النبي صلى الله عليه وسلم و اختار الله تعالى لنبيه ميتة تليق به صلى الله عليه وسلم أين مات؟ مات النبي على صدر امرأة لا لا مش في ساحة الجهاد مش في ساحة الجهاد و ساحة القتال لا مات النبي و أضفت روحه إلى الله سبحانه و تعالى على صدر امرأة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها و أرضاها تقول عائشة كما صحى و كما جاء في الصحيح من حديث من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها و أرضاها تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري و نحري مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري و نحري بل نحن إجراءة العادة لما الإنسان تظهر عليه علامات و سكرات الموت شاء الله ربي تقول عمارنا و عماركم في الخير نحاول أنه ندخلوله الجوف أو نقطروله بعض قطرات ماء زمزم و ذلك من قبيل التبرك و من قبيل الإقبال على الله و من قبيل تسهيل خروج الروح آه هات نحطوله أو نشربوه أو نقطروله بعض قطرات ماء زمزم عسى الله عز وجل أن يخفف عنه أو عسى الله عز وجل نحب آخر حاجة تدخل الجوف تكون حاجة مباركة و ما فماش أبرك من ماء زمزم و هذا الكلام المتعودين به و نسمعه في حياتنا اليومية النبي لم يشرب ماء زمزم و هو الذي يحيط به زمزم من كل مكان لم يشرب ماء زمزم إذن ماذا آخر شيء دخل إلى جوف النبي ما هو آخر حاجة دخلت إلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر دخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه و أرضاه و كان بيده سواك سواك عود أراك يستاك به عبد الرحمن بن عوف فنظر النبي إلى السواك دون أن يتكلم لأنه لا يستطيع أن يتكلم من شدة من شدة السكرات الموت التي يعيشها كما قال النبي إن الرجل إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم يعني شدة سكرات الموت لرسول الله كانت أشد عليه مثل ما يشتد على الرجلين منا مش تعرف ما قاساه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله فنظر إلى هذا العود الذي كان يمسكه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه و أرضاه تقول عائشة فعلمت أن النبي من خلال نظراته يريد أن يستاك فأخذت هذا السواك من عبد الرحمن بن عوف و طيبته بريقي يعني طيبته لينته بريقها رضي الله عنها و أرضاه لينته و طيبته جعلته طريا بريقها رضي الله عنها و أرضاه ثم ناولته للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته قبل وفاته فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم و فاضت روحه إلى الله تقول عائشة رضي الله عنها و أرضاه فالحمد لله الذي جمع بين ريقي و ريق النبي في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم و الحمد لله الذي جعل آخر ما يدخل جوف النبي هو ريق عائشة رضي الله أهذا شدل هل هو صدفة فماش صدفة مع رسول الله فماش صدفة في الدنيا كل شيء ربي سبحانه وتعالى خلقه بقدر مصطر معلوم فما بالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يغار الله تعالى عليه في كل تفاصيله صلى الله عليه وسلم آخر حاجة دخلت إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريق عائشة ريق امرأة ما يدل هذا يدل على مكانة المرأة أو مكانة عائشة بصفة خاصة و مكانة المرأة بصفة عامة أول من آمن برسول الله امرأة أول آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المرأة و ما أدراك ما المرأة كما قلت كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وجعل الله تعالى أحكاما عامة أحكاما عامة أحكاما مباركة كلها جمعت في سورة سورة عظيمة جعل لها اسم سورة النساء و لن تجد سورة للرجال حتى يعلم أولئك الذين قالوا أن الإسلام جاء و قلل من شأن المرأة أن الإسلام جاء و أهان المرأة أن الإسلام جاء لا يبغل أنا ديما نقولها و أكررها على مدار السنوات لن تجد دينا على وجه الأرض لن تجد دينا على وجه الأرض ولا تيارا ولا فكرا ولا حزبا ولا منهجا ولا فكرا ولا غيره أكرم المرأة و أعز المرأة و رفع من شأن المرأة كما فعل الإسلام ذلك يكذب عليك يكذب عليك اللي يقول لك فما دين أو فما منهج أو فكر مهما كان تقدميا أعطا قيم بالعكس بالعكس عندهم أو عند غيرنا المرأة مثلها مثل الأثاث هي آلة آلة للاستمتاع لغير أما عندنا المرأة مكرمة المرأة مبجلة المرأة عن رأس العين المرأة جعلت الجنة تحت أقدامها المرأة و ما أدراك ما المرأة كانت وصية نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال استوصوا بالنساء خيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما أكرمهن إلا كريم و ما أهانهن إلا لئيم و كان النبي أحرص الناس وأحرص الرجال وهو رسول الله على إكرام المرأة و حسن معاشرتها حين قال الله تعالى و عاشرهن بمعروف المرأة عنه نحن أهل الإسلام يسمع العالم أغلى عندنا من نعيم الجنة و ما فيها الجنة أغلى عندنا من نعيم الجنة الجنة و ما أدراك ما الجنة التي قال فيها تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا قطر على قلب بشر المرأة أفضل من ذلك المرأة أفضل من نعيم الجنة أنهارها و قصورها و غيرها من مما خلق الله تعالى لعباده في الجنة المرأة أفضل من ذلك و خير دليل على ذلك أن آدم عليه السلام حين أكرمه و خلقه الله تعالى و نفق فيه من روحه و أسكنه الجنة و أكرمه بنعيم كما قلت لا يحصى و لا يعد تمتع آدم عليه السلام و أصابه شيء من الوحدة أصابه القلق أصابه الملل حتى في الجنة أي نعم فأكرمه الله تعالى بحواء سبق في علم الله تعالى أن آدم يحتاج إلى امرأة يحتاج إلى نعيم أفضل نعيم أرقى نعيم أحسن لذلك قال الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار نعيم الدنيا الآخرة آتنا في الدنيا حسن نعيم الدنيا هي المرأة الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الدنيا متاع و خير متاعها المرأة الصالحة أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في نسائنا و أمهاتنا و بناتنا و أخواتنا اللهم آمين يا رب النبي كان يحرص حرصا شديدا على عدم المس من رقتها و من أنوثتها فمثلا أعطي بعض الأمثلة التي تدل على قيمتي و فضلي و مكانة المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلمه كما يصور في بعض الدراما الدراما خاصة الدراما بعض الأفلام التي تحاول أن تصور أهل الإسلام أو مشايخ بعض الإسلام بعض المشايخ في الإسلام أنهم مقطبين مقرنين يعني الشدة والقوة لا لا مسحية مسحية اللين كل اللين في رسول الله والحب كل الحب في رسول الله والرقة كل الرقة في رسول الله والحكمة كل الحكمة في رسول الله والفيانة كل الفيانة في رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تمر بفترة الحيض كما أي مرة تبدأ متقلقة وتبدأ على عصابها وغيرها فكانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير معاملته أثناء هذه الفترة ويحاول أن يكرمها ويحاول أن يداعبها فكانت حين تشرب عائشة رضيها أو السيدة عائشة أم عائشة من الكأس وهي في فترة الحيض يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إتمامها شربة الماء يا عائشة أين وضعت شفتيك حتى يضع النبي شفتيه أو شفتاه على المكان الذي وضعت فيه عائشة شفتيها ليشرب من نفس المكان يعني صورة تدل على منتهى الرقة ومنتهى الحب ومنتهى حسن معاملة المرأة لذلك طبق صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بمعروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الله في النساء وهذه آخر من نجم أن ذكرك به في حلقة اليوم اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ولا يفوتني طبعا وأنا في حضرتي أخت إيمان وأخت هداء أن أهدي لهم ولكن جميعا بإذن الله تعالى هذا الكلام الذي يرقق القلوب والذي يرفع المعنويات والذي يأخذ بأيديهن إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في هذه الفترة اللي هما من الخدمة للدار للكجينة للتطيب للصغار وغيرها من الأمور فاللهم بارك لهن جميعا اللهم أمين أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى